السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتم صحابه انا ما كنتش نوى انزل الفيديو ده كنت نوى استنى لمباراة الارسنل والساوس لما تخلص عشان بالمرة ألمها مع الفيديو ده مع مباراة تشيلسي وولفر هامبتون مع ماطش الستي ووسط بروم بس بعدين بصيت لقيت ان مباراة الارسنل هتخلص من هنا هتبتدي على طول مباشرة وراها مباراة تنهام وليفربول والا انا عايز اتباحة وطبعا لما باجي اعمل فيديو زي ما انتوا عارفين يعني انا بطيق شوية في التنزيل وكده والكلام ده فانا باخد وقتي على مسجل ومنتج والكلام ده وعلى ما نزل الفيديو فقلت خلاص يبقى الخيرة فيما اختاره الله احنا نتكلم عن ماطش تشيلسي وولفر هامبتون ومنشستر سيتي ووست بروم ونتكلم سنة عن حل ارسنل عموما فيلا بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا بينا نتكلم عن الحاصل في الدوري الانجليزي الممتاز بالنسبة لتشيلسي والارسنل ومنشستر سيتي خلينا ننطلق ونبتدي من عند تشيلسي تشيلسي بيخسر مبارتين ورا بعض اصاد افيرتون بهدف مقابل لشيء واصاد وولفر هامبتون بهدفين مقابل هدف واحد يمكن اصاد افيرتون الفريق لعب الفريق استحوز الفريق كان ليه كرات ممكن كان ان هو يقدر يسجل او يقوم بالتهديف اصاد افيرتون لكن محلفوش الحظ انه يعمل كده لكن اصاد وولفر هامبتون بتحس ان تشيلسي بيستحوز ولكن بدون هدف مفيش الفاعلية الكبيرة على المرمى بالنسبة لتشيلسي ممكن ده في نظري احدده انا بغياب اولا حكيم زياش الراجل اللي هو لما ابتدى يلعب مع تشيلسي ابتدينا نشوف خطورة بالنسبة لتشيلسي لان الراجل ده كان بيربط كل الخطوط بتاعة تشيلسي مع بعض الراجل كنا بنشوفه هجوميا كنا بنشوفه ايضا دفاعيا الراجل زي ما قلت لك قبل كده بيحب يلعب على اللمسة واللعبة ما تستناش الكورة عندي ما يبقاش في عندي بطء في التحضير ما يبقاش عندي وانا طالع بالكورة ان انا اه يلا بينا وانك انك بتزوء تريلا لقدام عشان تطلع بالكورة لا الراجل بسرعة بيمشي الكورة الراجل عينه كويس يمين وشمال الراجل عنده بصات حلوة جدا وخصوصا العكسية اللي كان بيعملها دايما والعرضية العكسية اللي اتكلمنا عليها قبل كده اني عمنا زياش بيعملها ففقدان صانع اللعب مفيش بديل ليه او حد على نفس القدرة بتاعة زياش ده مخلي ان هو يظهر بالمظهر ده مش ده بس الواحده ولكن ايضا التجانس ما بين التشكيلة بتاعة تشيلسي يبدو ان لامبرد حتى الان مقدرش ان يخلي التشكيلة دي تولف على بعضها وتبتدي تتحرك مع بعضها ممكن تكون مشاكل من لامبرد زي يعني مثلا ان هو تيمو فيرنر كل شوية بيحركوا من هنا الهنا قلت قبل كده ان تيمو فيرنر ممكن مع جيروه يبقى احسن من انه يلعب مع تامي ابراهام لو لعب تحت جيروه مباشرة ما يلعبش على الجناح بمعنى ان جيروه يبقى هو المحطة اللي بتستلم الكورة ويبتدي ينزلها لماونت او الفيرنر اللي موجودين تحت منه اللي هبتدي يضغطه مباشرة على فريق المنافر لكن بنشوف ان لامبرد بيعتمد على توسيع الملعب وعلى الاجنحة وده مخلي ان فريق شيلسي مش اجريسف قوي على المرمى ومحتاج انه يتزبط شوية مع وجود كمان لعب لسه لحد الان ما بنش خيره من شره او بمعنى اصحة ما تأقلمش على الدور الانجليزي الممتاز وهو كاي هفرتز الراجل اللي عايز لامبرد ان هو يكون بديل لحكيم زياش واول ما تصاب زياش بنشوف ان على طول هفرتز نزل تاني الملعب ورجع ان هو يشارك مع تشيلسي ولكن حتى الان الراجل مش قادر يطلع من كورة المانيا ويخش في كورة انجلترا والضغط الكبير اللي بيحصل واللي المفروض هو يعمله واللي بيتعمل عليه في داخل الملعب كل المشاكل دي مخلينا بنشوف المستوى ده من تشيلسي ايه حل طيب الموضوع ده عشان نقدر ان احنا او يعني يقدر تشيلسي ان هو يعود لسكة الانتصارات حل الموضوع ده اولا ان انت تبدأ بخط نصف اجريسيف شوية وقوي وخط نصف بدني نوعا ما يعني اقلع كاي هفرتس واخلي مثلا كوفازفيتش هو اللي بيلعب اساسي جنب كانتي الهجوم قدام احاول ان انا اقلل الجاب ما بين بولزيتش ما بين فيرنر ما بين ماونت ما بين جيرو واخليهم كومباكت شوية كده وقريبين من بعض شوية بحيث ان انا استفيد من سند جيرو جيرو من احسن لعيبة في نظري اللي بتقدر تسند لك الكرة واللي هو يعني المهاجم المحطة سواء بالقدم او حتى بالكرات الهوائية ان هو يقدر يستلمها ويديها للعيبة دول وانت عندك التلات لعيبة مسددين جيدين جدا على المرمى وايضا مخترقين كويسين للمرمى بالنسبة لبولزيتش وبالنسبة لفرنر فعشان تقدر تستفيد منهم لكن التطريفة اللي كل شوية بتحصل للعيبة دي والخروج الكتير على الجناب من هنا ومن هنا بيحد من خطورة اللعيبة دي وحتى الان يعني لسه زي ما قلت لك هي ممكن تبقى مشكلة تجانس في المقام الاول قبل ما تبقى مشكلة بالنسبة لتكتيك معين بالنسبة للمبردا على الناحية التانية السيتي السيتي حاليا بيتخبط كتير السيتي عنده صانع اللعب طيب من زي تشيلسي مثلا اللي بيدور على صانع اللعب اللي اصيب عنده لأ السيتي عنده صانع لعب وصانع لعب من احسن صناع اللعب في العالم حاليا دي بروين فاي مشكلة السيتي اقول لك انا ايه مشكلة السيتي السيتي لو تبص على الموسم اللي قبل اللي فات واللي هو الموسم الاخير اللي خاد فيه الدوري حتلاقي ان في واحد موجود جنب دي بروين بيقدر ان هو يسند عليه صانع لعب تاني يقدر دي بروين يماشي معه اللعب تاني حاجة بتلاقي ان لعبت الاطراف وحتى المهاجم ممكن تعتبرهم خط نصه بلاي ميكر مع صناع اللعب دول لنزلهم الكتير لاستلام الكورة من صناع اللعب والعمل الوان تو والجارية ولعبة والكلام ده كله اللي كان بيحصل بالزبط في اخر دور يخده منشستر سيتي لكن لو تبص حاليا تلاقي ان منشستر سيتي سايب بس صناعة اللعب على دي بروين وكل لعب بعد كده ملتزم بالمكان اللي هو بيلعب فيه او المركز اللي هو بيلعب فيه وده مخلي ان لو دي بروين مش في يومه ستلاقي ان بطبيعة الحال الستي مش في يومه ومش قادر يعمل اي حاجة تاني حاجة الفردية اللي موجودة في اللاعبين على الرغم من ان البعض تكلم عن محرز والفردية بتاعت محرز لكن انا شايف خط هجوم الستيتي كله بلا استثناء عنده فردية مبالغ فيها بيحاول يظهرها وده بيخلينا ان احنا نشوف ان فيه قرارات كتير بالنسبة للعب الستيتي ما بتتخدش صح تاني حاجة بالنسبة لهم هي جوارديولا جوارديولا الفيلسوف جوارديولا الروتيشن على طول اذا ذكرت جوارديولا هتذكر الروتيشن بتلاقي ان اللعب بيتقلق مباراة والتانية وفي الثالثة تلاقيه قاعد جنب جوارديولا برا ما تعرفش هو بيعمل كده ليه مع ان اللعب معنده ش اصابة مفيش ارهاق مفيش اي حاجة تخلي اللعيب ده يخرج برا الملعب لأ جوارديولا بيعمل روتيشن كتير جوارديولا الروتيشن سواء في الدفاع او في الهجوم كتير بتلاقي ان حجر الاساس اللي عند جوارديولا هو رودري كدفاع ودي بروين كصانع لعب بعد كده اي واحد ممكن يتغير وتالتهم طبعا ادرسون الحارس المرمى بعد كده اي واحد ممكن يتغير في التشكيل وده بيخلي اللعاب ذات نفسه يعني ما عندوش القابلين ان هو يديلك اعلى حاجة لان هو عارف حتى لو نحر نفسه ودي اعلى حاجة عشان يبقى في الملعب على طول في كل مباراة ويلعب كل ماتش هتيجي انت في ماتش بدون اي سبب موجود ان انت تخرج اللعب ده وتلعب بلاعب تاني وبسيطة الامثلة محرز فران توريس كل دول يعني الاتنين دول بتلاقي ان هما بيتغيروا كتير فودن لما بينزل بيقدي في الملعب وفجأة بتلاقي ان هو متواجد برا كان سلو يقدي وولكر يقدي وفجأة تلاقي في المباراة دي ان كان سلو بيلعب في ناحية غير ناحيته ومندي بيلعب في ناحية بينزل مع انه جاي مصاب وحتى لما تبدل متهيالي مندي طلع على طول مبارا وهو زعلان ما تعرفش زعلان ليه مع اني يعني ما كانش مندي بيقدي مباراة للدرجة فالروتيشن الكتير بتاع جورديولا مع عدم موجود مساندة حقيقية بالنسبة لديبروين لو تذكروا من سنتين ثاني كان بيعمل مساندة لسيلفا وديبروين اللي كانوا التنين المنطين ان هما يلعبوا الكرة او هما صناع اللعب اجويرو الراجل اللي ممكن تحسبه مهاجم وتحسبه خط نص يا اه راجع من الاصابة لكن الراجل ده كان بيقدي وبينزل وبتلاقي ان هو اللي بيصنع مرة ديبروين اللي بيصنع ما كانش فيه صانع لعب وحيد بالنسبة لمنشستر سيتي لكن حاليا انت كل لعب هو ديبروين وعايزين نختارك من العمق فالفرق اللي قصادك عارفة ده كويس ان منشستر سيتي بيحب يختارك من العمق فبتلاقي الفرق تكتلت ومع عدم وجود المساندة لديبروين والنزول لاستلام الكرة والوانتوهات واللعب السريع اللي كنا بنشوفه من السيتي بتلاقي ان انعدام الكرة وانعدام الاختراقات من النص بالنسبة للسيتي فبتضطر ان انت ترمي الكرة على الجناب وتبتدي تلعب البلالين والكرات العرضية او تحاول ان انت تعتمد على مهارة الوينج ده انه يختارك لعب واثنين وثلاثة عشان يقدر يديك الكرة او يقدر ان هو يشكل منها خطورة فده حادد من قوة السيتي ضعف الدفاع بتاع السيتي كمنظومة مش كاسماء يعني انت عندك من الاسماء ما يتمنى اي فرقة في الدوري لابورتي دياز حتى اكي اللي انت جايبه السنة دي كان فيه كلام كتير حتى من منشستر نايتد مثلا عليه ستونز هتلاقي ان اللعيبة دي مطلوبة لو حبت تطلع من السيتي مطلوبة في اماكن كتير لكن هو الموضوع كله في المنظومة الدفاعية منظومة بيب الدفاعية ضعيفة جدا عموما فعشان كده مهما تغير في الافراد هتلاقي ان المنظومة دي من اقل تهديد بتستقبل اهداف وده اللي حاصل حاليا ايضا بنشوف المنظومة الهجمية قلتلك مع ان دايما المحاولة للاختراق فقط لغير من العمق او الاكبر حاجة هي بتسبب خطورة بالنسبة للسيتي او بيعملها السيتي ان هو يخترق من العمق بتلاقي ان مع انعدام ده ان السيتي مش بنشوف السيتي اللي بيسجل بقى بالخمسة والاربعة ده السيتي لو جاب جون في مباراة او بمعنى اصح لو جاب جونين في مباراة هتبوس ايدك وشه وظهر وتقول الحمد لله نيجي بقى لاخر الفرسان اللي معانا وهو فريق الارسنال ما تعرفش ايه اللي حصل للارسنال بالزبط الموسم ده بعد الانطلاقة القوية اللي كانت مع ارتتا واللي قدروا فيها ان هما يجيبوا الاف اي كاب واللي كل خمستاشر يوم بطولة والكلام ده وانا بصراحة مش حكدب عليك انا بقولك يعني انا بحس الارسنال ده منحوش بالذات في كلمة معينة متصدر لا تكلمني عندما بتطلع الكلمة دي النحس على طول بيركب الارسنال وتلاقي الدنيا اتكحولت وتدشملت معاهم جدا الارسنال الموسم اللي فات في النص موسم اللي دربه ارتتا كان بيعتمد على انه يسحب الفرقة لقصاده عشان يخلي فيه مساحات فضهر خطها ويبتدي ايه يلعب هو كورة طويلة للونجات بتاعته او في المساحة دي ويبتدي يعتمد على سرعة الونجات بتاعته ومهارتهم انه هما يخلصوله المباراة دي وفعلا ده كان نفع قصاد فرق كتير ليفربول منشستر سيتي تشيلسي كل الفرق دي نفع معاها الموضوع ده لكن الموسم الحالي بقى تحس ان الفرق قالت الارسنال لا يا حبيبي احنا مش عايزين الكورة انت خد الكورة واعمل بيها اللي انت عايزه بتلاقي ان الارسنال لما بيستحوز على الكورة حرفيا ما بيعرفش يعمل حاجة مع ضعف الدفاع بتاع الارسنال الجانب الدفاعي بتاع الارسنال بسبب تقدم اغلب اللعيبة لقدام في الهجوم مع كده عدم لا مبالاة من اللعيبة عدم لعب جيد مش مهم عندهم اللي يحصل في المباراة احنا فلوسنا كده كده تطلع فوزنا هزمنا يعني تحس كده ان ارتتا مش قادر يحفز اللعيبة دي عشان ترجع تلعب تاني وتحس ان هو فعليا في مشكلة ما بين ارتتا وما بين اغلب اللعيبة يعني انت عندك اوباميانج اللي انت حفيت عشان تخليه يجدد واوباميانج بيجدد بالرقم اللي هو عايزه بعد كلام كتير وحاروح من هنا وحاجة من هنا وحاروح هنا وهاروح هنا وفي الاخر فين اوباميانج مفيش اوباميانج اصلا يعني اوباميانج حتى الان اسم على ورق وهو شخص شايل الشارع بتاعت الكابتن وخلاص فقط لغير لكن مفيش حاجة بيقديها في الملعب كل لعيبة الارسنال ممكن تقول عليهم الحكاية دي ان هما ما بيقدوش حاجة في الملعب اللهم لعيبة قليلين تعدهم يعني مش هيعدوا الصوابع الوحدة مش في التشكيلة اللي بتنزل الاساسية وانما في تشكيلة الارسنال كلها سواء اساسية او احتياطية بتلعب في الدور الاوروبي ولا حتى بتلعب في الدوري هتلاقي لعيبة قليلة اللي هي عندها روح فلنة الارسنال حاجة بصراحة بالنسبة لي انا تحزن واحد حضر اقوى نسخة من الارسنال بالنسبة لي النسخة اللي على الرغم ان انا كنت بشجع منشستر يونايتد وكنا بناخد الالقاب لكن اكتر فريق كان بيمتعني ككورة كان هو فعليا الارسنال حتى اكتر من منشستر يونايتد كنا احنا بنقول ان اليونيتد هو بتاع الالقاب بتاع الفوز بتاع انه يخش البطولة وياخدها لكن الارسنال بتاع انه يديك كورة ممتعة بغض النظر عن نهاية المباراة بفوزه او بهزمته حتلاقي ان الارسنال مقدم كورة جميلة ما ياخدش البطولة ها بس لو في جايزة للعب الممتع واللعب الجميل حتلاقي ان الارسنال كل سنة هو اللي حجزها من قبل ما يبتدي حتى الدوري او اي بطولة يخشها الارسنال لكن ده حاليا مفيش فيعني ما تعرفش هل فعلا الارسنال محتاج انه هو يغير المدير الفني وان اللعبة دي وصلت لطريق سد مع ارتتا ولا المشكلة دي مشكلة بس تكتيكية وان الارسنال كل اللي محتاجه فقط لغير صانع اللعب زي مسعود اوزيل ان هو ينزل في الملعب وهو اللي يبتدي يفك شفارات الفريق كله من خلال ان الفريق يوصل له الكورة ويعتمد عليه هو اللي يوزع اللعب لان حاليا لو بصيت في الارسنال مفيش اي لعب يقدر يصنع لعب بالنسبة للارسنال او يعول عليه الارسنال ان هو يكون الممد للهجوم بالكورات وبس يا باشا كده ده كان كل اللي عندي عن الفرسان التلاتة تشيلسي ومانشستر سيتي والارسنال وعن ادائهم في الفترة الاخيرة وتزبزب الاداء اللي ظاهرين عليه بس المهم عندي تقول لي رأيك انت في الكومنتات انت شايف سبب تزبزب اداء الاندية دي ايه وهل ده لي حل ولا لا وايه هو الحل ده لو وجد وان كان عندك رأي في الموضوع ده احب اسمعه جدا وحتلاقيني متجاوب معاك سواء كنت انت مشجع لليونيتد او حتى مشجع لأي من الفرق الدول على رأسي من فوق قول لي بس رأيك عشان نبتدي نتناقش ما بيننا في الكومنتات عشان نوصل لحل بالنسبة للفرق دي اذا كان مدربينها او القائمين عليها مش قادرين يوصل لحل ممكن احنا نقدر نوصل لحل اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته